اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص مملكة البحرين على ترسيخ التعاون البيئي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من أجل تدعيم جهود المحافظة على البيئة جاء ذلك خلال مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين المملكتين الشقيقتين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب في كافة المجالات البيئية والتي وقعها سعادة وزير النفط والبيئة ومن الجانب الأردني معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة وذلك على همش مؤتمر الأطراف كوب 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأشاد سعادة وزير النفط والبيئة بعمق العلاقات الأخوية الراسخة والوطيدة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم جاءت في إطار تعزيز التعاون البيئي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتحقيق الأمن البيئي بمنهجية علمية وتطوير مصادر استسقاء وجمع المعلومات كرصد جودة الهواء والإنبعاثات ورصد خطط التكثيف أو التكييف الوطنية وبرامج صندوق المناخ الأخضر بالإضافة لسبل حماية التنوع الحيوي ودراسة تقويم الأثر البيئي والإدارة السليمة للمخالفات والعديد من مجالات تبادل المعرفة العلمية والاستثمار في بناء وتطوير الكوادر الوظيفية وموضحا أن مذكرة التفاهم جاء تجسيدا لحرص البلدين الشقيقين على توطيد التعاون والتنسيق في مختلف المجالات البيئية وإيمانا منها بأهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في تطوير الحلول المناخية من جانبه عبر معالي وزير البيئة الأردني عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا أن ما وصلت إليه هذه العلاقات يعتبر نموذجا يحتذا به في العلاقات الثنائية بين الدول وقد اتفق الجانبان على تعيين منسقين كنقطة اتصال شاملة بين الطرفين للإشراف ومتابعة وإعداد خطط العمل التنفيذية وتحديد المهام المنوطة بكل طرف وتقييم التقدم المحرز بشكل دوري على أن تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بدءا من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي ترجمة نانسي قنقر